وفي سياق آخر عقد مدبولي اجتماعا مع رئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة تاري بيلستكوك لمناقشة الإصدار الأول للسندات الخضراء لإعادة تمويل محطات الشركة في مجمع بيمبان للطاقة الشمسية وفي مستهل اللقاء أشهد مدبولي بالشراكة المتنمية مع شركة سكاتك النرويجية وثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تعد استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية